بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله رح يكون معانا الجزء السادس والأخير من درس الجودة اللي هو درس الخامس فاليوم إن شاء الله رح نشرح صفحة 49 من الكتاب وصفحة 50 رح يكون موضوعنا لليوم استكمال لموضيع الجودة حكينا في الحصة اللي راحت عن تعريف الجودة وانتقلنا لأهميتها بعدها انتقلنا لإشيء اسمه علامة الجودة وشهادة المطابقة وفرقنا فيما بينهم وخلصنا بعدها أهمية شهاد المطابقة أو أهمية الحصول على شهاد المطابقة وعلامة الجودة أو تطبيق نظام الجودة في الشغل وحكينا انقسما على ثلاث فوائد أو على ثلاث مجموعات رئيسية اللي هي كانت فوائد للمستهلك، فوائد للمنتج أو المصنع وفوائد لمن أو فوائد بشكل عام أو سميناها فوائد عامة فاليوم رح نحكي عن الآيزو، إيش هو الآيزو؟ وشو بفرق عن علامة الجودة؟ وشو بفرق عن شهاد المطابقة؟ شو يعني الآيزو؟ شو اختصاره؟ من وين اجي تسميته؟ تمام؟ ايش اهميته او اهدافه؟ طبعا لاحظوا انه في فرق بين اهميت الآيزو او اهداف الآيزو واهميت واهداف علامة الجودة وقلنا ركزوا عليهم رح نشوف كمان فئات الآيزو وشو يعني الآيزو؟ هل انا كشركة او كمنشأة او كمنتج اخذت الآيزو؟ يعني اموري تمام؟ هل انا منتج عالي الجودة؟ كل اليوم هذا ان شاء الله رح نشوفه في شرحنا للآيزو تمام؟ خلينا في البداية هيك نستعرضه بشكل اثرائي طبعا هذا الشكل مش موجود في الكتاب الآيزو طبعا احنا في الحصة اللي راح تفرجناك وشكل علامة الجودة الاردنية وقلنا مهمة تمام؟ لكن الآيزو هيك يعني من باب الاطلاع هيك بكون شكل الآيزو تمام؟ اللي هي عبارة عن منظمة عالمية او هيئة عالمية رح نوضحها الآن في الشرح يعني هذا الشكل من باب الاطلاع فقط لا غير فخلينا نشوف ما المقصود بالآيزو طبعا هذا الاختصار او الاختصار الآيزو هذ مش مطلوب معاكو في الانتحان انه اكتب لي والله اشي يعني الآيزو مثلا ارغنزيشن فور ستاندارزيشن مثلا لا هوا ما رح يطلب مننا هذا الشي رح نركز بس على هذه الكلمة تمام؟ وبعدين لما نوصل عند الـ تمام؟ هذول الكلمتين هن اللي تقريبا مهمات عما انه يكتب يقول لي اكتب تعريف الآيزو في الانجليزي او يطلب مني هذا المفهوم؟ لا احنا سبقوا قلنا كثير انه مثلا مصطلحات في الكتاب زي مثلا خلينا نحكي عهذا تنبيه عشان انتوا تكونوا في الصورة عن المصطلحات اللي في الانجليزي مثلا زي هيك سرع الكتاب على الخربيش مثلا زيك small business or project مثلا هذا هيك انت مش مطلوب معكو بعدين او في فيديو ثانية ملاش مش مستاهل فيديو هن مصطلحين انجليزي معاك واحد في الفصل الاول تمام اللي هوها تبع الآيزو تمام هسا راح نوضحه واحد في الفصل الثاني تبعت محركات البحث اخر صفحة في الكتاب اخر درس اللي هي عن محركات البحث اللي هي الياهو والجوجل هذولا هن بس الشغلات الانجليزي اللي يامس بتكو تحفظوهن تمام فاحنا عنا هذا الشي مش مطلوب فالآيزو شو يعني الآيزو هاي انا كات بالاختصار مش حفظ طبعا الملخص تمام؟ ومقرها أو مقره في جينيذ تمام؟ ويضم في عضويته أكثر من تسعين هيئة تقييس وطنية واكفولي عند هذا الحكي وكيفية مثلنا نحفظه؟ أنت بتأخذوا تاريخ فيه إشي اسمه جامعة الدولة العربية صح؟ جامعة بتجمع كل الدولة العربية وين موجودة مقرها؟ في مصر تمام؟ وهي اتحاد أو أشبه بالاتحاد العربي بدك تحفظوا الآيزو بهذا الشكل هي منظمة عالمية للمقاييس وهي اتحاد عالمي وين مقره؟ مهم ممكن جيب ليه وين مقرها الآيزو؟ في جينيب مش في تونس ولا في الأردن ولا في أمريكا تمام؟ في جينيب كم بالضم؟ كم عضو فيها أو كم هيئة تقييس وطنية فيها؟ تسعين تسعين هيئة تقييس وطنية مش تسعين مندرية شهادات مطابقة لا تسعين هيئة تقييس وطنية مش خمسين تسعين ركزوا عليها تمام؟ طب من وين جاء اختصارها الآيزو؟ هاي الكلمات هاي من وين جاء اختصارها؟ تمام؟ هي اعتمادا على الكلمة اليونانية اذا جاء اختصارها من الكلمة اليونانية أو بناء على الكلمة اليونانية أو ISOS التي تعني المتساوي ايش تعني؟ المتساوي أو الإيكول تمام؟ إذن من وين جاء اختصارها هذا المطلوب معاكو؟ ممكن نجيب لي إيش اختصارها؟ equal بالإنجليزي معناها متساوي أو يساوي تمام؟ إذن الآيزو إجا اختصارها من الكلمة الإيش اليونانية وليس مثلا الإيش الأمريكية وليس مثلا الكلمة العربية على فرض كلمة يونانية معناها equal أو المتساوي المتساوي وليس المتميز أو المتعادل أو المتكامل تمام؟ ركزوا عليه طيب إذن هاي سؤال الوزاري جاني الآيزو التي جاء اختصارها آيزو اعتمادا على الكلمة اليونانية والتي تعني شو معناها الآيزو بحكي له المتساوي تمام؟ الآن عرفنا الآيزو انه اتحاد عالمي مقره في جينيف بضم في عضويته اكثر من تسعين هي التقييس وطنية واختصاره معناها المتساوي تمام هاد تعريف الآيزو ككلمة او شو يعني الآيزو هي منظمة او اتحاد عالمي ايش اهميته او اهدافه يامس انتي حكيتين ان هذه كل مرة انه اهداف علامة الجودة فبدنا نخربط ركزولي الآن الآيزو بدنا نتعرف في البداية انه هي ما بتجي بس بشكل مباشر على الجودة ومنتجات المنتجات وجودتها بشكل مباشر هي إلها دخل في الجودة بس اكثر اشياء مستطعنا في نظام الاداري في الامور الادارية او في الانظمة الادارية او في الناحية الادارية فالآيزو يمس الفرق بينها وبين علامة الجودة هذي كيف الاردن هذي في وين؟ عالمية تمام؟ يعني تعطى على مستوى عالمي تمام؟ لأكثر من دولة وشغلها باختص أكثر اشي في نظام الادارة ها ركزو الآيزو شو الفرق بينها بين علامة الجودة هاي عالمية وتعطى اكثر اشي في نظام الادارة علامة الجودة بتعطي الثقة بالمنتجات الاردنية وبتعطي ايش حماية مستهلك تمام؟ لكن الآيزو هي هدفها او اهميتها وضع نظام اداري وقائي محدد لمنع حالات عدم المطابقة يعني بتختص بعدم المطابقة بس من ناحية ادارية بتروح بتدور على وين فيه شغلات ما فيها عدم مطابقة يعني بتكتشفها بس على اي ناحية؟ ناحية ادارية يعني ما بتروح على المنتجات بشكل مباشر او بحد ذاتها لا بتروح على الادارة تبع هذه المنتجات على نفس الادارة او انظمة الادارة ويشمل على جميع الشروط والضوابط اللي لازم تتوافر في المؤسسات اذا هي بتروح على انظمة هذه المؤسسات او الانظمة الادارية للمؤسسات اللي عشان من خلالها تضمن الجودة وكفاءة اداء الانشطة والعمليات اللي من خلالها بصير تأثير على الجودة تبع تستلع او الخدمة يعني هي ما بتجي بشكل مباشر على جودة تستلع او الخدمة لا ابتعنى بنظام اداري تمام؟ اللي بيمنع حالات عدم المطابقة تمام؟ ومن خلاله بتوفر الشروط والضوابط بس لمين؟ للمؤسسات اللي من خلالها بتضمن جودة وكفاءة مين؟ بس اي شور بتضمن ايش؟ اداء الانشطة يعني هي بتشتغل على ناحية ادارية تمام؟ اللي من خلالها بتأثر على جودة السلعة او الخدمة وبشكل يفضي كاتبين في الكتاب يفضي اي بمعنى انه يصل لمنتج مطابق للمتطلبات المحددة يعني بالنهاية كل هاي الامور والاعمليات والاجراءات الادارية والانشطة والنظام الاداري كله بالنهاية بيأثر في جودة السلعة او بوصلني لمنتج مطابق للمتطلبات المحددة يعني هي ما بتجي بتأثر بشكل مباشر على المنتج وعلى جودة المنتج او السلعة لا هي ادارة تشتغل على ناحية ادارية على شروط ضوابط كفاءة اداء انشطة وعمليات اللي كله بدوره بيأثر على الجودة تبعة السلعة او بوصلني بالنهاية لمنتج مطابق للمتطلبات المحددة نرجع نثبت اهداف الايزو او اهمية الايزو وضع نظام اداري ووقائي محدد عشان تمنع حالات عدم المطابقة هذا النظام بيشمل على شروط وضوابط لازم المؤسسات توفرها عشان تضمن جودة وكفاءة اداء الانشطة والعمليات اللي بدورها بتأثر وين على السلع او الخدمات وبشكل يفضي او مشان بالنهاية احنا نصل من خلال هالانشطة والعمليات تمام لمنتج مطابق للمتطلبات المحددة تمام هذا عنا اذا تعرفنا على الايزو وتعرفنا على اهداف الايزو عرفنا اول ان الايزو هي منظمة عالمية تمام وهي شهادة جودة عالمية طب مين الاسم الجهة المعنية اللي بتطلع لي هاي الايزو تمام احنا عرفنا ان مقررها في جينيف وجواتها 90 هاي التقييص وطنية او في عضويتها اكثر من 90 هاي التقييص وطنية تمام مين الجهة المعنية بتطلع لي شهادات الايزو متها صدرت متى طلعت هالشهادات متى بلاشوا يشتغلوا فيها تمام إذا أذكر أو حدد اسم الجهة أو الهيئة التي تصدر شهادات الآيزو هاي ممكن نجيب لي إياها وفي أي عام أصدرت به شهادات الآيزو متى طلعت الشهادات أو في أي عام صدرت الآيزو ممكن يحكي لي متى طلعت الآيزو أو في أي عام أصدرت الهيئة دولية للمواصفات شهادات الآيزو اللي هي شهادات التسع تلاف بيسموها فئتي التسع تلاف من لي أصدرها؟ هاي كلها أكثر من صيغة إليها جواب واحد بحكي له بشكل عام الآيزو بلشت تطلع أو طلعت أو صدرت أو بينت عنا في العالم في 1987 لا تخربطوا مش 1978 لا ممكن يخربطونا إذن طلعت الآيزو في 1987 من الجهة المعنية عن إصدارها أو اللي طلعت لياها واحدة اسمها الهيئة الدولية للمواصفات إذن أصدرت الهيئة الدولية للمواصفات مجموعة شهادات الآيزو أي فئة التسع تلاف تمام؟ مش الثمانة آلاف مثلا فهذا جدا مهم ممكن يجيب لي متى طلعت؟ تمام؟ ومين الجهة المعنية أو اللي بتطلع لي هالشهادات أو تصدرهم؟ طيب ممكن يحكي لي هذول شهادات إذن في أكثر من شهادة إذن عرف مجموعة شهادات الآيزو أو عرف الآيزو التسع تلاف ما قال الآيزو لحالها لا الآيزو التسع تلاف أو مجموعة الآيزو التسع تلاف أو ما هي الهيئة الدولية؟ شو هي الهيئة الدولية؟ أو ممكن يحكي لي عرف المواصفات الدولية أو عرف مجموعة الآيزو ها في فرق بين مجموعة الآيزو أو شهادات الآيزو تمام؟ أو الآيزو تسع تلاف هذيك الآيزو لحالها لما بكتب للآيزو لحالها بدي أعرف له أنه هي منظمة عالمية تمام؟ أو هي شهادة الجودة العالمية اللي مقرها في جينيف وتضم في عضويتها أكثر من تسعين هيئة تقييس لكن لما بحدد لمجموعة آيزو أو بجيب لي سيرة الشهادات أو الهيئة الدولية اللي هي تصدرها هذون ممكن يكون لهم نفس الجواب نفس الجواب تمام؟ إذن هي مواصفات بتختص بنظم إدارة المنشآت وكفوا عندها أول قلنا الآيزو إيش هدفه؟ وضع نظام إداري وقائي محدد إذن نظام إداري فإذن الآيزو بتشتغل على أي ناحية؟ بتشتغل على الناحية الإدارية إذن بتحط الأنظمة الإدارية أو بسموها إدارة المنشآت أو المؤسسات يعني تمام؟ إذن هذه الشهادات اللي طلعت هنا في 1987 اللي طلعتها الهيئة الدولية للمواصفات أو بقدر أعرف أن الهيئة الدولية للمواصفات شو هي؟ أنه هي مواصفات تمام؟ بتختص بنظام الإدارة سواء كانت هذه المنشآت بتشتغل على ناحية صناعية أو خدمية شو بتمثل هذه المواصفات؟ شو بتمثل الحدود الدنيا للضوابط والقواعد الواجب الإتزام بها يعني بتحط أدنى المعايير اللي لازم هذه المنشآت تمام؟ اتطبقها زي ما بحقوها بالميتة ما في أقل من هيك إذا أقل من هيك أنت ما بتوخذ آيزو فهي هذا الآيزو أو سوري مجموعة الآيزو أو الهيئة الدولية للمواصفات أو المواصفات الدولية هي بتختص في ناحية نظم إدارة المنشآت سواء صناعية أو خدمية إيش بتمثل؟ بتحط لك الحدود الدنيا للضوابط والقواعد اللي أنت كمنشآة لازم إيش؟ تلتزم فيها علشان إيش؟ لضمان التحكم المستمر في جودة المنتج على أو في مستوى جودة المنتج يعني عشان أنت تكون مطبق جودة تمام؟ بالنسبة إلنا بنحط لك إحنا حدود دنيا وضوابط إذا طبقتهم هيك أخذت الآيزو ما طبقتهم فمعناته أنت جودتك مش ولابد فما رح تأخذ فهي بتحط يا مزة أقل المعايير تمام؟ هاي كيف لما يدخل مثلا شخص على مصابقة يعني بدون تشبيه بس عشان تصلي لكل فكرة بيحكو لك أنت عشان تدخل أو تترشح لهذا المصابقة أقل مثلا مصابقة قراءة كتب أو مطالع بيقول لك أقل إشي لازم يكون عمرك مثلا ثلانطعش على فرض قارئ بما لا يقل عن أربعين كتاب مثلا في مجال مثلا التاريخ أو في حقل التاريخ فهي أنا بحكي لك أقل ما فيها عمرك 18 ولازم تكون أقل ما فيها قارئ أربعين كتاب أقل ما فيها مثلا مترشح للمستوى الأول مثلا هاي اسم هاي مصدوا وابط فالآيزو بتجي بتحكي لك يا منشأ إذا عندك الحدود الدنيا اللي إحنا خطينها تمام؟ أو واطلع يعني حدود الدنيا واطلع فمعناته أنت منقدر إحنا في هاي الحالة نعطيك عشان ما نتوه نرجع نثبت تعريف مجموعة شهادات الآيزو أو شو هي الآيزو 9000 أو إيش هي الهيئة الدولية للمواصفات أو نمحكي لي مواصفات دولية أو عرف مجموعة الآيزو بحكي له هي مواصفات بس على أي ناحية بتشتغل على ناحية إدارية إذن هي مواصفات أهم شيئا مهمة هاي تختص بنظم إدارة المنشآت سواء كنت صناعية أو خدمية هاي المواصفات بتمثل الحدود الدنيا للضوابط والقواعد الواجب الإتزام بها لضمان التحكم المستمر في مستوى جودة المنتج تمام؟ ارجع ثبتوها وعيدوها إذن هي أهم شيئ تختص في نظم إدارة المنشآت وبتحط ضوابط إنت أقل إيش لازم تتحققها أو تطبقها أنا إيش كاتبهان ملاحظة توضيحية من المعلمة يعني مني عشان الناس أحيانا بعد ما يطلعوا من الحصة يعني بينسوا الأشياءات اللي كنت أنا أحكيها في الحصة فأنا صرت أتعمد أني أحيانا مش بس أحكي لا أثبت المعلومة اللي أنا بحكيها تمام؟ الآيزو شيء يختص بالجودة ولكن على مستوى عالمي ودولي ويختص بالإدارة أو الناحية الإدارية أو جودة الإدارة مش جودة المنتج بحد ذاته جودة النظام الإداري أكثر إشي تمام؟ يعني هاي هيك من باب التثبيت فهي تختص بنظم إدارة المنشآت ونظام إداري تمام؟ الآن خلينا نشوف أنه كنا بنحكي أنه هنا مجموعة شهادات الآيزو 9000 ليش ما قال لي شهادت الآيزو 9000؟ فهذا يعني أن الآيزو يامس تصنفت لفئات تمام؟ تصنفت لفئات ممكن نسمي السؤال صيغته يقول لي إيه شي فئات الآيزو أو فئات مجموعة الآيزو أو أقسام مجموعة الآيزو أو إيه شي الآيزو أنواحها أو أشكالها أو أقسامه فئات المنصفات الدولية أو فئات الآيزو 9000 أو إيه شي مجموعة شهادات الآيزو 9000؟ شو هنه اهم شي فئات الايزو تعرف انه الايزو مش واحدة مجموعة فئات فانقسمت اللي ايزو يمست لفئتين رئيسيتين بجيب ليها سؤال وزاري تقسم الايزو فئاتها او المواصفات الدولية لكم فئة لفئتين جابها سؤال وزاري اهم شي تعرف انها لا فئتين اذا فئتين رئيسيتين كل فئة فيها مجموعة اذا الاولى فيها هذول والثانية فيها هذول ركزوا ولا تخربطوا هاي ممكن يجيب ليها كمان سؤال وزاري لا تخربطوا هنه هذول واحد اثنين ثلاث اربع خمسة هنه خمسة بس الرئيسيتين هذول فرعيات بسموهن لكن الرئيسيتين كم يمس ثنتين الاولى والثانية الاولى ايش فيها التسعة تلاف وواحد وتسعة تلاف واثنين وتسعة تلاف وثلاثة والثانية فيها تسعة تلاف وتسعة تلاف واربع اذا يمكن تقسيم المواصفات الدولية او مجموعة الايزو الى فئتين رئيسيتين. شو هنه؟ الأولى والثانية. الأولى شو تشمل مواصفات الآيزو 9001 وتسعة تلاف واثنين والثلاثة والفئة الثانية تشمل مواصفات الآيزو 9004 وبحكيه للثانية وهما تمثلان تمثلان إرشادات عامة بشأن تطبيق المواصفات وطبيعتها يعني إرشادات عامة بشأن تطبيق المواصفات وطبيعت هاي المواصفات تمام؟ ممكن يجيب ليها السؤال يقول لي إيش هي الفئة اللي بتمثل الإرشادات عامة بشأن تطبيق المواصفات وطبيعتها الأولى أم الثانية بحكيه له الثانية تمام؟ وهكذا. الآن بدنا نعطيكوا الطريقة عشان تقدروا تحفظها وتميزوا بين الفئات طبعا هنه مكتبات ولكتاب بهذا الشكل يعني هاي يمكن تقسيم مواصفات الدولية أو مجموعة الآيزو لكم فئة لفئتين رئيسيتين الأولى والثانية تمام؟ الآن تعطيكوا فيديو أو بلاش الفيديو القصير اللي أنا كنت حطيته لحاله ما بعرف إذا شفتوه له بس إنه كيف نحفظ فئات الآيزو هيك أنا مسميته رح أرجع يشرح لكم إياه بشكل سريح أنا رح تقولي لي يامس كم فئة للآيزو؟ بحكي لك أول إشي عشان لو جاب لنا إياه سؤال عادي لو كتبتوها عن المسودة وإنتوا من النوع اللي بنسى عادي استخدموا المسودة في الكتابة يعني هيك خربشوا عليها على شكل جانبي وروحوا ثبتوا على الماسح أو دفتر الإجابة لو جاب لهذا السؤال كم فئة؟ بحكي له ثنتين رئيسيتين طيب أهم شي إنكوا تعرف فيهن إن هنه ثنتين رئيسيتين إيش اسم الأم؟ التسعة آلاف إذن هي مجموعة شهدات الآيزو فئة التسعة آلاف ميس فئة أولى وفئة ثانية طيب بتكت حط يا ميس إنه هن حط صفر واحد واثنين وثلاث واربعة مش إنتي حكاتي خمسة يعني واحد واثنين ثلاث أربعة خمس لا يمس ببلش الترميز من صفر مش تحطي لي واحد واثنين ثلاث أربعة خمسة وتخبص الدنيا لا هنه كم؟ واحد واثنين وثلاثة والصفر والأربعة إذن الترميز ببلش صفر واحد واثنين ثلاث أربعة فبحكي هيك طبعا أنا حطاته في فيديو منفصل بحكي لكم للناس اللي بتحب تشوفه بشكل سريع لكن أنا رح أرجع أشرحه إن شاء الله هنا لأنه من ضمن الدرس فهيني بحكي لكي هيك يمس طب مين الأولى ومين الثانية؟ بجي بحكي لكي بلش الأولى عديلها واحد واثنين وثلاث طب والفئة الثانية إذن هاي واحد واثنين وثلاث الفئة الثانية شو رح أكون فيها؟ تسعة تلاف وتسعة تلاف وأربعة كم واحدة؟ واحد تنين ثلاث أربعة خمس هنه خمسة فرعيات لكن الرئيسيتين كم؟ ثنتين يعني إن شاء الله بتمنى أن تكون هذه الطريقة فهذا تكون في حفظ تثبيت فئات الآيزو إذن عنا فئتين رئيسيتين الأولى والثانية فيها واحد واثنين وثلاثة وهاي فيها تسعة تلاف والأربعة وقلنا هاي الفئة الثانية هي بتمثل إرشادات عامة بشأن تطبيق المواصفات وطبيعتها هيني أنا خاطت مفاتيح الحفظ فيديو قصير تابع فيديو اليوتيوب تمام؟ هم عددهم كلهم خمسة عددهم تمام؟ كلهم خمسة هان أنا نخربطه سفر واحد اثنين تمام؟ هذولا هيك رح يكون التعديل إن شاء الله تمام؟ مشان ما تنسوا هنه كل هن عدد هن خمسة هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة لكن الترميز ببلش من صفر زي ما قولنا هانا تمام؟ وبلش يحطي واحد واثنين ثلاث في الفئة الأولى والصفر والأربعة حطيهم في الفئة الثانية وقولنا حطي هذه ممكن نجيب ليها السؤال هيك إن شاء الله بنكون خلصنا فئات الآيزو أو أقسام وأنواع الآيزو تمام؟ هذولا ضروري يثبتوهم فئات الآيزو ممكن يجيب لي سؤال منهم شفتوا هالتنوع واحد واثنين وثلاثة وأربعة اللي هن أصلا فئتين رئيسيتين وانقسما هذا يا ميس اسمه تنوع إذن لو جيب لي فئات الآيزو متنوعة بحكي له نعم تنوعت إذن تنوع فئات الآيزو جعلها إيش؟ يعني هذا التنوع شو سوى لي؟ بقول لي جعل هذا التنوع أو تنوع فئات الآيزو جعلها ملائمة لمختلف القطاعات والخدمات ناس بأخذ الواحد وناس بأخذ التسع تلاف وناس بأخذ التسع تلاف وأربعة هذا يعني إنه الآيزو ما بتشتغل بس على قطاع واحد زي ما قلنا أول إنه والله بس الآيزو التسع تلاف قلنا مجموعة شهادات الآيزو التسع تلاف وانشقن الفئتين والفئتين كل واحدة تفرعت فهذا التنوع إيش ماله؟ خلاها ملائمة يا مثل مختلف القطاعات والخدمات ممكن يجيب لي إياها إي أنا كاتبها صح وغلط تنوع فئات الآيزو نعم تنوع فئات الآيزو جعلها ملائمة لمختلف القطاعات والخدمات بحكي له آه تمام؟ لا يوجد تنوع في فئات الآيزو بحكي له غلط لا عنا تنوع عنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة تمام؟ إلى آخره وضح أو فسر تنوع فئات الآيزو جعلها ملائمة لمختلف القطاعات والخدمات أوكي إحنا عرفنا إنه إحنا في عنا فئات وهذا الحكي جعلها ملائمة للكل تمام؟ فسري لي هذا الكلام شو معناته هذا الكلام؟ بقول له التنوحات من أصغر المحلات وأبسطها لأعلى شيء في الدولة يلي هي ممكن تكون مؤسسة دولة أو حكومات أو ممكن جامعة تمام أو حتى ممكن تكون وزارة مثلا فهذا التنوع يامس جعلها ملائمة لأغلب أو مختلف القطاعات والخدمات من خلال أنه بدءا بالمحال التجارية يعني أبسط المحلات اللي ما بتجاوز عدد العاملين فيها شخصين وصولا لمستويات عليا بما فيها الحكومات ومؤسسات الدول هذول كلهم بيقدروا يأخذ الآيزو تخيلي كيف يا ميس التنوع اللي شفناه التنوع الواحد 9001 9002 هيك أي ناس بيجي بيقدر يأخذ أي بقالة ولا أي جامعة بيجي بتقدر تأخذ لا بحكي لك إذا التزمت بالمعايير المطلوبة اللي أول قلنا كانوا حاطينها هنا اللي هي الضوابط إذا بترجعوا بتذكروها إذا التزموا بالحد الأدنى للضوابط يعني ما ينزلوا عن الحد هذا معناته هم بيقدروا يأخذوا هاي الشهادة إذا ممكن جيب ليها سؤال تنوع فئات الآيزو جعلها ملائمة نعم فيه تنوع كيف بقول له بدأ بالمحال التجارية التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها عن اثنين وصولا لمستويات عليا بما فيها الحكومات ومؤسسات الدول كلهم هذول بيقدروا يأخذوا أو يحصلوا على إحدى شهادات الآيزو اللي قلنا عنهنا اللي أول هذولا تمام؟ لكن إذا في أي حالة اتزموا بالمعايير المطلوبة وطبقوها فعلا إذا في الآيزو حكر على ناس خيرني أنا كاتبيتها توضيح للكلام السابق الصفحة لبعد أحدات الكياها يعني أي حد ملتزم ومطبق المعايير ممكن يحصل على شهاد الآيزو وبالتالي الآيزو ليست حكرا على منظمة أو مشروع أو مشأة أو حتى جهة معينة شو ما كان بيشتغل وشو ما كان حجمه وشكله ما احنا قلنا من أصغر الأشياء اللي هي المحلات التجارية لأكبر المستويات أو أعلى المستويات كلهم هذولا بيأخذوا الآيزو بس مادام ماله مادام ملتزم بالمعايير يعني بيقدر يأخذ هالشهادة إذا طبق المعايير أخذها شو ما كان حجمه وشكله ونوعه أو شغله أو طبيعة عمله فالآيزو ليست حكرا تمام؟ والتنوح هذي مسمى إجاعة هيك عبث تمام؟ الآيزو لما حطت هالشهادات حكت أنا بدي أنصف الكل من أصغر لأعلى طول ما أنت مطبق وملتزم بالمعايير قلت لك خذ هذي الشهادة وأعلقها عندك في شغلك أحيانا ممكن ما بعرف إذا كنت تشوفوا أنه والله هذه حائز أو حاصل على شهادة الآيزو أو ممكن تشفيها على بعض المنتجات شفتوا الرسمة اللي فرجيتك إياها في بداية الحصة أحيانا ممكن تشفيها على بعض المنتجات حاصل على شهادة الجودة العالمية أو أحيانا إذا فتها مش بس كما منتج تمام؟ الإدارة إذا فتت على مبنى أو دائرة ما بعرف إذا ممكن تشوفوا أنا كنت في جامعة اسمها الشرق الأوسط تمام؟ كانوا مشاركين في إشي بخص الجودة جودة التعليم تمام؟ فكان عندهم هذه الجائزة أو هذه الشهادة كانوا ماخذينها فهذا يعني هاي جودة التعليم يعني مش منتجهو بالنهاية بس الأغلب الآيزو زي ما حكينا قلنا بتختص بالإدارة أو إدارة هالمنشآت تمام؟ فإذن وبالتالي لا توجد حدود أو مدى للمؤسسات والهيئات التي ترغب في الحصول على شهادة الآيزو إذن ممكن يجيب ليها صح وغلط يوجد حدود؟ لا قلنا أي حدا بيقدر يأخذها طول ما هو ملتزم ومطبق المعايير إذن هذا الحكي والتنوع تمام؟ خلالي أنه لا توجد حدود أو مدى يعني ما فيش بس والله أنتو لازم تأخذوا أو بس المستويات العليا لازم تأخذ الآيزو لا بقول له لا توجد هاي ممكن يخربطني فيها فصح وغلط توجد حدود أو مدى للناس اللي بدهم يأخذ الآيزو بقول له لا لا توجد حدود أو مدى للمؤسسات والهيئات اللي بدها تأخذ الآيزو أو تحصل على الآيزو بدءا بالمحال التجارية وصولا لمستويات العليا هذول بيأخذوا هذول بيأخذوا طول ما هم متبقين أو ملتزمين بالمعايير طبعا أنا حبيت أحط المعلومة كما هي مكتوبة في الكتاب يعني زي ما بحكوها على أساس أنه الناس تشوفها زي ما هي ممكن الناس يتوه مثلا إذن هاي المعلومة كاملة في الكتاب زي ما هي في الكتاب حطتلكوا إياها يعني بدون أنه وصيغة سؤال جواب عساس إذا أنتوا بتحبوا تشوفوها هاي وقل لي علما أنه لا توجد حدود أو مدى للمؤسسات والهيئات اللي ترغب في الحصول على شهد الآيزو يعني قلنا أي ناس بقدر يوخذ إيش شهد الآيزو يعني ما فيش حدود تمام لا توجد حدود وممكن تجيب ليها توجد حدود وقلنا غلط ما فيش حدود أي ناس بقدر يوخذها كان بقالة صغيرة أو محل صغير أو مؤسسة صغيرة أو حتى كبيرة الكل بقدر يحصل على شهد الآيزو والتنوح هذا جعلها ملائمة لمختلف القطاعات والخدمات زي ما شفنا تسعة تلاف وواحد واثنين وثلاث بدءا بالمحال التجارية اللي قد لا يتجاوز عدد العاملين فيها شخصين حتى المستويات العليا بما فيها الحكومات ومؤسسات الدول فكل هؤلاء يمكنهم الحصول على إحدى شهدات الآيزو تمام إذا التزموا بالمعايير المطلوبة فعلا تمام فالكل بقدر يوخذ آيزو بس إذا طبق الحدود الدنيا زي ما أول قلناها أو الضوابط لا الشروط لهم ما بكونوا حطينها إذا هذا التوضيح ذكرنا أول الآن هل أنه أنا كمؤسسة أو كمنشئة أخفت الآيزو هل يعني أنا أوه تب التب مثلا زي ما بحقوها أو الكامل طبعا الكمال لله تمام هل الآيزو يعني الكمال بجعبولا الآيزو لا يعني الكمال لا لا يعني الكمال ممكن يطرق يطرح لي السؤال الثاني هاي بذكورها في أسللة الدرس بعدين رح نناقشن في فيديو اللي تحته أو فيديو بعده هل دعني علامة شهات الآيزو أن المنتج مطابق للمواصفات المطلوبة نفسه هل أنه المنتج يعني الكمال أو هل أن المنتج ذات جودة عالية خلينا نبرر هذا الحكي إن حصول المنشئة على شهادة الجودة العالمية اللي هي شهادة الآيزو لها نفس الاسم ممكن يجيب ليها شهادة الجودة العالمية نفسها الآيزو لا يعني الكمال فسري لي هالحكي طب ما أنت بتحكيلي إنه آه الآيزو هي إش عالمي وإش تب ويعني الكل بيقدر يأخذ هيدا طبق المواصفات لا بس بحكي له مش إش كامل مية بالمية إن حصول المنشئة على شهادة الآيزو أو شهادة الجودة العالمية لا يعني الكمال طب إيش بيعني مضحي لي وفسري لي إيش بيعني بس بحكي له إنه كل الأعمال والإجراءات اللي بتعملها اللي بالنهاية عشان توصلك لسلعة أو خدمة هي إجراءات مكتوبة إذن هي عبارة عن إجراءات مكتوبة ومراقبة ومطبقة على شكل أو نحو فاعل الآيزو يعني الكمال؟ لا شو معناته الآيزو؟ بقوله إنه كل الأعمال والإجراءات اللي بتوصلك بالنهاية أو نهاية المطافة أو نهاية الطريق للمنتج أو السلعة هي إنه الإجراءات مسوية بشكل فاعل ومطبقة ومراقبة على نحو فاعل تمام؟ إذن الآيزو مش يعني المنتج إنه مطابق للمواصفات ممكن يكون المنتج مطابق للمواصف غير مطابق للمواصفات ومعه آيزو بس إيش؟ إنه اللهم ببلش وقلنا في الناحية الإدارية في الإجراءات إنه الإجراءات المسوية مكتوبة والخطط تبعتهم مراقبة ومطبقة على نحو فاعل هذا جوابه الآيزو لا يعني الكمال بل يعني ماذا؟ إن الإجراءات والأعمال مطبقة على نحو فاعل تمام؟ شفتوا كيف الآيزو بيغنى أو بيختص في الناحية الإدارية شو بيحكي لي في الكتاب؟ من المفاهيم الخطأ إن السلعة التي تحمل الآيزو هي منتج عالي الجودة إحنا قلنا أول هنا إنه الآيزو لا يعني الكمال وإن الآيزو مش إنه منتج مطابق للمواصفات ناس بتفكر إنه الآيزو أو اللي مع الآيزو أو المنتجات أو السلعة اللي بتحمل علامة الآيزو إنه هو منتج عالي الجودة أو إنه هو كامل زي ما بيحكوه لا ولكن في حقيقة الأمر فإن هذه العلامة تختص فقط بنظام الإدارة في المؤسسة المنتجة لهذه السلعة ولا تدلع جودتها قلنا يا ماء منتجات ومنشئات معاها علامة جودة أو الآيزو أو علامة الجودة العالمية بس منتجها مش مطابق بالمية للمواصفات طب كيف؟ بقوله بس إنه نعطت لك الآيزو لأنك أنت بس كنظام إدارة ما لك مسوى بشكل فاعل أو مطبق بشكل فاعل إذن الآيزو لا يعني أن المنتج عالي الجودة وحصول المنشأ على شهات الجودة العالمية لا يعني الكمال والآيزو لا يدل على جودة المنتج تمام؟ وأن الآيزو هو نظام إدارة فقط ما لدخل في أنه المنتج هو عالي الجودة أو كويس أو لا وعلامة الجودة العالمية أو الآيزو تختص بنظام الإدارة تمام؟ إذن المعلومة كما هي في الكتاب هل يعني الآيزو الكمال؟ وهل تعني هاي السؤال اللي قلت لك القرآن يا أول موجود في الكتاب في أسللة الدرس هل تعني شهادة علامة الآيزو أن المنتج مطابق؟ قلنا لا إن حصول المنشأة على شهادة الجودة العالمية لا يعني الكمال ممكن نجيب لي إياها حصول المنشأة جابوها بسؤال تكميل 2022 حصول المنشأة على شهادة الجودة العالمية تعني الكمال؟ لا لا تعني الكمال طب شو بتعني؟ أنه كل الأعمال والإجراءات اللي بتأدي بنهاية المطاف لإنتاج السلعة أو الخدمة هي فقط عبارة عن إجراءات مكتوبة ومراقبة ومطبقة نحو المفاعل تمام؟ ومن المفاهيم الخطأ تمام؟ أن السلعة اللي بتحمل العلامة الأيزو هي منتج عالي الجودة وفي حقيقة الأمر هاي العلامة بس بتختص بنظام الإدارة في المؤسسة المنتجة لهذه السلعة ولكن لا تدل على جودتها إذن هذول الدوائر بلخصا الحكي تمام؟ اللي بحب يعيد ويثبت هيك إحنا بنكون خلصنا الأيزو وناقشناها تمام؟ كالعادة رح تنزل كمان ورقة عمل على الأيزو وبتمنى تحلوها وكمان للي بحب يتأكد من الإجابات قلنا كل أوراق العمل بتنزل الإجابات معهن هيك بنكون خلصنا الجودة وخلصنا تفاصيل الجودة الجودة قلنا برجعوا بحكي من الدروس المهمة ركزوا لي عليها ثبتوا لي أفكاره ويعطيكم ألف عافية بدأ أذكر إنه كمان أسئلة الدرس تمام؟ خليني أورجيكم هذا الملحق للناس اللي بدور أسئلة الدرس إحنا الأسئلة يامس إيش؟ جوابناهم كلهم أثناء ما بنناقش الحصص يعني الدرس الأول اللي حطناه في فيديو لحاله الثاني ناقشناه مع أثناء دراس الجدوة حلينا الثالث كذلك الأمر والرابع هاي الخامس رح ينزل بفيديو لحاله السادس ما كان إلو أسئلة الدرس فكل الأسئلة الدرس ناقشناهم في وين؟ في الحصص لكن للناس اللي كما بتحب تحصل على هذا هو مأخوض من دليل المعلم هو ملحق حل للي كل أسئلة الدروس تبعت الكتاب فالناس اللي بتحب تشوف دليل المعلم طبعاً الدليل حال كل الأسئلة هو ملحق يعني بدل ما أنتوا تأخذوا الدليل كامل رح أنزل للكيا تحت الفيديو كمان ملحق حل أسئلة درس دليل المعلم الدليل ممتاز يعني الحل لناس اللي بتدور الحل بهذا الشكل لكن الدليل فيه خطأ واحد هاي رح أعدله كمان في الملف الدليل اكتشفنا فيه خطأ واحد في أسئلة الوحدة نهاية أسئلة الوحدة الأولى سؤال ثمانية ألف هو كاتب لي صح الجواب غلط تمام هذا التعديل التبحة ورح أحطي لكيا أضيفه كمان في الملحق كمان تقدروا تستفيدوا منه يعني تمام ندققته كامل ما فيه أخطاء الدليل هذا تبع الإدارة والسلامة وهيك بنكون خلصنا درس الجودة ويعطيكو ألف ألف عافية ترجمة نانسي قنقر